انا عاد سعليك اول سؤال هو انتو في العادي وانتو داخلين بطولات زي داي بتبقى عارفين ان انتو هتكسبوها يعني بتبقى سهلة مخلاص ما انتو بقى تبقى بطولات على التوالي والتسعة جاتة هي بتبقى عارفة ان انت كده كده هتكسبي لا احنا بس ببقى متمرين كويس ومحضرين للموتشط كويس اوي لا طبعا مش لدرك اللي احنا ببقى متأكدين فريق سبورتنج طبعا فريق كبير بس احنا انتو بقى محضرين ووثقين في اللي احنا عاملين سبورتنج دايما في البنات هو اللي بينافسكم احنا على طول دايما بقى اهل سبورتنج في اي طولة اه دايما بينافسكم بس انتو دايما فريق البنات في الاهلي فريق محترم وبعدين بقى بصراحة يعني انتو بقيتون جوم يعني عادة الالعاب الاخرى بعيدة عن كرة القدم في ناس كتنا متعرفش اسماء يبقى سنال هاند بول الوقت والباسكت الولاد دي بقى عارفينه لكن انتو كمان كبنات النادي الاهلي اسماء كلها بقيت معروفة اه السوشيال ميديا طبعا عاملة ألمان كبير قوي في الحاجات دي والحمد لله في دلوقتي صفحات كتير قوي بتتكلم علينا خصوصا البنات يعني في الباسكت صغيرين او كبار فصراحة يعني احنا بنشكرهم على المجهود الكبير اللي بيعملوها عشان ماري مونتي بقى في مرحلة عمرية صغيرة اهو انا هالة خبرة يعني هي خبرة تلعب مع النادي الاهلي التاريخ كبير يعني بس انت صغيرة كده وبتلعبي وسط جماهير وهتفات وحماس احكيلي بقى شعورك واحساسك بالجو ده تبقى متوترة ولا عادي الامور بالنسبة لك اه طبعا بيبقى فيه توتر بس يعني لازم نتعود عشان انا هقبل كده كتير في حياتي اه طبعا بيبقى فيه توتر وكده بس يعني عادي يعني بس اقوم ما بتنزلي الملعب وتحس بصوت الجماهير ده بتروحي بقى وتضيعي اه معنا بقى دخل بقى في مودي الجيم بقى وبقى في الوداني بقى مع الناس اللي بره وبركز في الجيم بقى طيب هلا البطولة دي اكيد مريتي فيها مراحل ايه كانت اسعب مرحلة هيا المباراة النهية فقط ولا كان فيه مراحل تانية صعبة اه هو السمي فاينال كمان كان صعب شوية عشان احنا كان المفروض كان مع اسموحة احنا كان مفروض برضو اسموحة لصغيرين فريق قويس قوي هو المسيطر فاحنا كنا المفروض هنكسب موتشين يعني هكنا متعمة يعني ان احنا كنا هنكسب لازم معتمدين ايه معتمدين ان احنا لازم نكسب الموتشين الكبار عشان الصغيرين كان 50-50 بس هما الصراحة كسفونا وخسروا موتش والموتش التاني ما اصلاح اليوم كسبوا وفرحونا كتير قوي واحنا الحمدلله كمنا المسيرة طب انا عطلهم منك طلب، ممكن يبدوا طلب سازك شوية بس عشان انا بحب الناس اللي هوية بتفرج علينا حتى اللي مالهمش في البسكت يفهمون اوكي يعني ايه بتلعبوا انا فاهم انتو تلعبوا ماتشين كبار و ماتشين مرتبط ممكن تشاهيها اكتر للناس عشان يفهموا وكذاك كسبتوا يعني دوري المرتبط ده مابلوش كتير خالص بقالوا 9-10 سنين بالزبط الاتحاد عملوا عشان نساعد الناس الصغارين اللي عندهم منتخب ان هم يبقوا يتحط عليهم برشور و تشالنج اكتر ان هم البوينت بتاعتهم اما بيكسبو متعلق بالفرست تيم فهو مش زاي بتولة الجمهورية انت معتمدة على نفسك كسبتي او خسرتي لأ انت بتكسبي عشان تساعدي الفرست تيم فايتمور برشور و تشالنج كديد يعني فالدولاتي انت بتلعب موتشين اوكي موتش صغارين وموتش كبار السغارين بتكسبو بي والصغيرين ماتش بس إحلي كسبنا صغيرين ماتشين والصغيرين ماتش فإحنا تأهلنا. في الفاينل الصغيرين خسروا ماتشين بس إحنا كسبنا ماتشين فكده إحنا عوضنا. وده خلينا يا مريم أسألك حلو برضو لما يبقى الفريق الكبار فريق قوي جدا أنت تسند عليه. يعني أنت برضو لو معتمدين عليك أو معتمدينك على فريقك المرتبط أنه لازم يكسب عشان الكبار مش هيكسبه. هتبقى أنت محتوى داخت الضغط ما ينفعش تحط داخت الضغط في العمر دوت أو المرحلة العمرية ديت مظبوط. فأنت كنت بتعامله إزاي أنت بقى وزميلك في المباريات اللي زائدت تيوم موسوطين. تستفيدوا إيه من الكبار بيكلموا معاك وكلموا معاك وقبل المتشاط بتعاملوا معاك إزاي. أه طبعا إحنا لما منشوفهم دائما بيقول لنا جود لك وركزوا وحتى هما برضو بيتامنونا أن إحنا لو خسرنا أو حاجة هما إن شاء الله هيعوضوا ويسندونا. بس فا.. دي نقطة مهمة. أه طبعا. دي أهم نقطة أعطاك. أه نوم بيريحون وبيعرفون أن هما يسندونا معاك. أه نزل مبارا مش محتوى تحت ضغط مش مفروط تتحطي عليه يعني. طيب.